لم يكن من المتوقع أن يتلقى الطفل رياض لقاحات روتينية تقيه الإصابة من أمراض محتملة بعد غيابها لأكثر من ثلاث سنوات حرم منها آلاف الأطفال هنا في ريف حماء حيث كانت تقتصر اللقاحات على بعض الأمراض من قبل مؤسسات صحية عالمية اقتصرت على المساعدة بشكل غير دوري في وقت أوقف أيضا النظام عمل كل المراكز الطبية في المناطق المحرراء الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمن لقاحات لأطفالنا من قبل المراكز الطبية بعد عنها طويل يعني بعد انقطع خمس سنوات يعني عبارة ما كنا نروع باب الهوى نلقح هناك صار حلق عن الهواني بالضيعة تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن أكثر من عشرين ألف طفل تتراوح أعمارهم من يوم واحد حتى خمس سنوات بحاجة إلى هذه اللقاحات الروتينية وإن فرق اللقاح استطاعت تأمين لقاحات ضد الشلل والدفترية وضد السعال الديكي والتهاب الكبد الفيروسي والسحايا والكزاز وتوزيعها على مراكز تم تجهيزها وتخصيص كوادر لهذا الغراض الحمد لله اليوم بلشنا باليوم الثاني اللقاحات الروتينية اللي غابت عنها ثلاث سنين والحمد لله فيه إقبال كثير منيح من الأهالي لأنه فيه توعية بإذن الله وعن نقدم ثلاث لقاحات الشلل الأطفال الفرموي والشلل الخماسي والشلل العضلي ترى الكوادر الطبية أن حماية الطفولة في المناطق المحررة باتت من أولى مسؤولياتهم للمحافظة على جيل قادم سليم ومعافى من الأمراض بعد معاناة واجهت أهالي ريف حما لأكثر من ثلاث سنوات في تأمين اللقاحات لأبنائهم مؤخرا استطاعت مديرة الصحابي حما وفريق عمل لقاح سوريا من تأمين هذه اللقاحات الروتينية وتقديمها لأطفال ريف حما في رأس كرام أوريانت نيوز ريف حما مؤخرا استطاعت مديرة الصحابي حما